والعد التنازلي بدأ بدأ خلاص وإن شاء الله متطمنين وإن شاء الله متحمسين وإن شاء الله بإذن الله الفوز يكون حلفنا قدام السنغال في تصفيات كأس العالم إن شاء الله نوصل للمنديال بإذن الله بإذن الله نوصل للمنديال وهكون أمين معاكم وصريح معاكم جداً النهاردة أيوة على الورق السنغال منتخب قوي بحكم التشكيلة اللي موجودة بس إحنا كمان منتخب قوي بحكم التشكيلة اللي موجودة ايو احنا عندنا محمد صلاح وعندنا محمد الشناوي وعندنا مرموش وعندنا ترزييه وعندنا النيني وعندنا عمر السلية وحمد فتحي وعندنا عمر كبال عبد الواحد وفتوح وعندنا الونش وعبد المنعم عندنا تشكيلة كبيرة من اللاعبين تقدر بإذن الله تعمل حاجة احنا مش قليلين مش أقل قوي من اللي احنا بنحاول كل شوية نكنع نفسنا بيه عارفين هي الفكرة انه دي عوايدنا او شخصيتنا او حياتنا لا لا احنا مش هنقدر لا ما تفهمش بعدي ايه من بابل ايه تعالى نكسب الفال يبقى الفال كويس بس ما نبدأتش ننمجد في نفسنا ونقول احنا عزماء ولما نكسب نبقى نقول ان احنا اعظم ناس في الكون بس هو في حقيقة الامر التقليل اوي لا الواقعية مش عشان انت لما هتشوف المنتخب اللي قدامك منتخب كبير وقوي هتعمل له الف حساب لما تعمل له الف حساب هتنزل ملكز اضعاف اضعاف تركيزك هتقدم مستوى اضعاف اضعاف مستواك ده كويس بس ما نقودش نقلم من نفسنا ونحبط نفسنا ونقول لا مش هينفع لا مستحيل لا صعب لا ما ينفعش كل حاجة وردة كل حاجة ان شاء الله وردة واحنا نقدر والمناسبات السعيدة الكتيرة اللي عدت علينا في ظروف زي دية هي الامارة وهي الدليل ان احنا نقدر لعبنا كوديبوار وهي اقوى منتخب في القرى الافريقية واحد من المنتخبات الكبيرة عالميا مش بس في القرى الافريقية وكسمناها لعبنا منتخب الكاميروني وقت صمو الاتو احسن مهاجم في العالم وقتها وكسمنا الكاميرون لعبنا منتخبات زي ما انت عايز اقول تيجي تلعب المغرب تقول اصلا عقدة تكسب المغرب تيجي تقول اصلا الجزائر لسه مخرجانا من تصفات كاس العالم تكسبها اربعة تيجي تقول اصلا تونس ممنعفش اللعبها في ارضها تكسبها في ارضها تيجي تقول مش يعني بس قعدنا نقول حاجات كتيرة قوي وجمل كثيرة جدا وارض الملعب تثبت العكس مع المنتخب المصري على مدار سنوات واعوام طويلة والتاريخ شاهد مش كريم اللي بيقول ده التاريخ اللي بيقول التاريخ بيقول ايه ان منتخب مصر ما بيفرقش معاه مين اللي قدامه ان شاء الله نعمل حاجة محترمة بالمناسبة السنغال عندها مشاكل وعندها عيوب هتقول لي يا راجل عيوب اين عند السنغال اه عندها اخطاء فنية وتكتكية البرازيل عندها اخطاء فنية وتكتكية المانيا عندها اخطاء فنية وتكتكية لازم بقى اي منتخب في العالم اي فريق في العالم مهما كان فريق قوي او منتخب قوي عنده نقاط ضعف المهم حتى لو قلت نقاط الضعف دي نستغلها نبص عليها تبقى عنينا شايفاها ونعرف نستغلها ونوصل للمرمى الخصم ونقدر نسجل فيه ادوار ديميندي افضل حارس في العالم يا ما لعبنا حراس كبار وسجلنا فيهم سجلنا فيه وعسام الحضر الناحية التانية كان بيصد في كاس القراط وخلص الموتش واحد سفر هدف محمد حمص في أعظم من كده عدينا يعني سيقولك إدوارد مندي هنسجل فيه إزاي سجلنا في بوفون يعني حارس مرمى وقف تحت الثلاث خشابات آه طبعا هيتقلق وهيبدع بس تقدر تسجل فيه احنا عندنا محمد صلاح اللي سجل بقى في كل حراس العالم أعظم حراس في العالم محمد صلاح سجل فيه عد بقى زي ما انت عايز قول تيبو كرتوة سجل فيه محمد صلاح قول مثلا قبلك سجل فيه محمد صلاح قول أي اسم يعني الاسم اللي يجل في بالك قوله إدرسون سجل فيه مين تاني مين دخية سجل فيه مين حارس مرمى كبير في العالم محمد صلاح ما سجلش فيه هنقدر إن شاء الله وهنقدر نسجل مش محمد صلاح بس مرموش يقدر مصطفى محمد يقدر تريزي يقدر السلية يقدر وإنني يقدر والوينش يقدر ومحمد عبد المنعم يقدر كلهم يقدر وإن شاء الله بإذن الله كلهم يقدروا يسجلوا ونعمل مباراة محترمة مباراة الزهر بالمناسبة النهاردة قالوا سكروش في نص كلامه هقول لكم الرسالة وبعاكدها هعلق لكم على رسالته اللي قالها النهاردة على حسابه وعلى تويتر قال فيها التالي طيب أقولها لكم شباب مصر مع العد التنازلي هذا هو وقت العطاء أخذنا طريق طويل وصعب من أجل أن نصل إلى هذه الفرصة نستحقها نحن نعلم بكل تأكيد مقدار التحدي الذي نواجهه لا توجد أي أعذار بالشجاعة وزكاء الفريق والعمل والفخر بأنفسنا يمكننا أن نطير فلا يوجد شيء مستحيل بمجرد أنه يجب علينا فعل ذلك فلنحققها بأناقة وشجاعة وأن نصنع من لا شيء ما هو ممكن نحن نعتمد عليكم ونصق بكم لكم التوفيق يا شباب مصر بعض الناس قالت هو يعني إيه نصنع من لا شيء ما هو ممكن بعض الناس قالوا يعني إيه نتحدى المستحيل الراجل ده مدرب كبير ومدرب عظيم ومدرب رائع بيتكلم بالورقة والألم مش تقليل من لعيب منتخم مصر يعني هاللعيب منتخم مصر نفسهم مش عارفين أن المنتخب السينيغال بن عناصر اللي فيه أقوى أقوى عشان هما بيلعبوا في أندايا أوروبية كبيرة صفة أول يعني منافسات اللي بيلعبوا فيها مش عشان هما مخلوقين أفضل من لعيب منتخم مصر حجم المنافسات والمشاركات اللي بيلعبوا فيها ممكن تبقى أقوى شوية من المشاركات اللي اللعيب منتخم مصر بيلعبوا فيها بس اصنع طبعا محمد صلاح لكن هل ده معناه ان احنا داخلين المباراة دي بنفس القوة كمنتخب يعني هم اقوى على الورق بس في الملعب الكلام ده اللي مهم اه هم احسن مننا على الورق انت كمدرب روح اقول اللاعبين بقول لكم ايه هم احسن مننا على الورق بس احنا في ارض الملعب هنبقى احسن منهم احنا في ارض الملعب اللي الناس شايفة مستحيل يحصل احنا هنكسره احنا في ارض الملعب هيبقى قوتنا كبيرة احنا لو الناس شايفيننا لاشيء هنبقى في المباراة دي ايه اهم من المنتخب السنغالي لو العالم كله قال ان المنتخب السنغالي على الورق اقوى من منتخب مصر فاحنا هنقول للعالم كله ان احنا في ارض الملعب 11 دل 11 احنا اقوى منتخب في القرى الافريقية هو ده الكلام اللي المدرب بيقوله هو ده الكلام اللي عارف ان اللعيبة فهمة ومركزة ان المنتخب اللي قدامهم منتخب كو جدا بالراحة يا جماعة كلام الحماسي ده مهم جدا بالمناسبة فيه فرق كتير قوي يعني مثلا لو أتلتكو مدريد وهو فريق كبير في أسبانيا راح يلاعب منشستر سيتي وهو فريق قوي جدا هيقولك لا منشستر سيتي له الأفضلية متصدر دولة إنجليزي أنا في وضع في الدولة الأسبانية مش كبير فأنا أكيد منشستر سيتي هتلاعب المدربين دائما يقولك كده هم ليهم الأفضلية طبعا وهم صاحب الفرصة الأعلى للفوز بالمباراة بس ينزل أتلتكو مدريد يكسب منشستر سيتي مثلا توتنهام لما لقى منشستر سيتي وكسبه في مباراة الباري الشهيرة توتنهام داخل المباراة ومدربه بيتكلم أن منشستر سيتي أكيد هيكسب المباراة بس ينزل وكسب المباراة في حاجات بتبقى واقعيا على الورق مفهومة بالمناسبة أنت لو شفت ماتش ريال مدريد وباريس سان جرمان مع الورق باريس سان جرمان أفضل من ريال مدريد فرقه فين بابيه وميسي ونمار أفضل طبعا أفضل بس ريال مدريد نزل عمل إيه في مباراة العودة تحديدا كل باريس سان جرمان بلوط كله كله في أرض الملعب ريال مدريد قناكوة جدا فالورق ما بيتحسبش اللي يتحسب أرض الملعب وأرض الملعب إن شاء الله لعبتنا يبقى رجالة والجهاز الفني يبقى رائع في اليوم دوت شكل تكتيكة وفني لكن على الورق آه إحنا كلنا عارفين إن السنغال على الورق أحسن فأرض الملعب إحنا برضو عارفين على مداري التاريخ إن إحنا لما بننزل أرض الملعب بنبقى إن شاء الله أحسن وده اللي يحصل في مباراة السنغال اشتركوا في القناة